حراك اقتصادي مصاحب للتحركات الدولماسية الرامية لإنجاح عملية السلام حيث كثفت الدوائر الاقتصادية الدولية والإقليمية جهودها للتخفيف من النتائج الكارثية لهبوط قيمة العملة الوطنية اللجنة الرباعية التي تضم لندن وواشنطن والرياض وأبوظبي عقدت اجتماعها في العاصمة السعودية وأفضل اجتماع إلى وضع آلية لدعم تحسين أداء الاقتصاد اليمني اجتماع الرباعية أتى بعد تعافي ملحوظ للريال اليمني الذي شهد تدهورا غير مسبوك في تاريخه وهو ما جعل اقتصاديين يؤكدون أن هذا التعافي يحتاج إلى استقرار مستدام لكن كيف يمكن للتحسن الملحوظ في قيمة الريال أن يصبح قابلا للديمومة الإجابة تأتي من البنك المركزي الذي أكد أن السمر تحسن سعر صرف العملة الوطنية مرتبط بجملة إجراءات داخلية وخارجية تبدأ من وقف عمليات المضاربة وتعاون البنوك مع البنك المركزي البنك اليمني وفق محافظه محمد زمام قام باتخاذ عدة خطوات ساهمت بتحسين قيمة الصرف منها إعادة الإدارة النقدية والسيولة إلى الاحتياطي الذي يصل حاليا إلى خمسمائة مليار ريال وبحسب زمام فإن البنك استكمل إجراءات دفع رواتب المتقاعدين ومن المتوقع أن يبدأ بصرف رواتب متقاعدي محافظة صنعاء كانت السعودية قد أعلنت عن دعم البنك اليمني بوديعة قيمتها مليار دولار ودعم آخر للمشتقات النفطية بستين مليون دولار وهو ما ساعد وفق خبراء ماليين إلى تراجع انهيار الريال ومع ذلك فإن أغلب اليمنيين لا يزالون بانتظار حلول عملية تضمن انخفاض أسعار المواد الغذائية